ونداء أخير أوجهه إلى الرئاسي الجديد وإلى رئيس الحكومة الجديد أقول لهم هذا الكلام الذي كنت تتكلم عليه لا يمكن أن نتوصل إليه إلا إذا أحسنتم الاختيار لا بد أن تحصلوا الاختيار في حكومتكم هذه يعني بالإضافة إلى مرعاة الخبرة والكفاية والمؤهل يعني لا يجوز لكم أن تمكنوا من هو مخروم الديانة وإلا مخروم العدالة والمجروح في مراءته هذا لا يجوز ولا يحل أن الله تباك وتعالى يقول لا ينال أهل الظالمين ونبي الله يوسف قال اجعلني على خزائي الأرض إني حفيظ عليم تختار الحفيظ العليم وهذا الكلام أوجهه أيضا إلى من يعني تحولهم الحكومة الاعتمادية هذه هم البرلمان ولا الخمسة والسبعين هذه هي آمانة في أعناقهم لا بد أن ينظروا إلى هذه الوزاعة التي تقدم لهم نظرة إنصاف ويختار الأصلح والأنفع للبلاد لا أن ينظروا نظرة ضيقة تخدم الحزب ولا تخدم المصلحة ولا تخدم يعني المحاصصة هذا ظلم هذا ظلم وهذا من يفعل ذلك ينتقم الله تعالى منه يا أيها الذين آموا لا تخون هذه أمانة في أعناقكم يا أيها الذين آموا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون ومن ولع الأمة يعني رجلا يشق عليهم من ولع عليهم من الرعية من يشق عليهم فإن الله تعالى يشقق عليه كما ورد في الحديث ومن ول عليهم من يرفق بهم ول الله عليهم من يرفق به فإذا استطعنا أن نحسن الاختيار استطعنا أن نصل إلى المصالحة الحقيقية واستطعنا أيضا أن نصل إلى الهدف الذي نريده وهو تحقيق الانتخابات والاستفتاع الدستور والخروج من عنق الزجاجة وهذه المراحل الانتقالية أما إذا ولينا الوزارات بالمحاصصة وبالمكايدة وعتينا بأهل الظلم وأهل الفساد المالي والإداري وكذا فأبشر بأربع إلى خمس سنوات يعني مرحل انتقالي أخرى ولا نستطيع أن نخرج من عبادة الأمم المتحدة والله المستعان ترجمة نانسي قنقر